موسيقى 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 وسضع موسيقى 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 يشمل اليوم موسيقى موسيقى كباليا من كبلي نتشارف ويسي وبيك عايش كبلي الشمالية ولا الجنوبية كبلي الجنوبية جنوبية كيفية جاتك الفكرة وتكون متواجد لها في الخيمة هذي احنا اولا نخدم دقلة عنا برشة عنا فروعة معنا عنا برشة فروعة في تونس معنا مش كان هنا برشة معنا جينا هنا عنا وين المرشة سنترال عنا جلماني عاملين حانوت غديكة عنا في معتمدية كبولات ويلائة باجة زادة في الشمال التونسي وكي واتت في المعرض فمني ولا يقيدنا و كنتو متواجدين كنو متواجدين بإذن الله بيه لسوام كيفيش تحدو لسوام وعليش منيش قادر نراف لسوام افي شيء بقى سمحنا نكلمك هو احنا الباز متاعنا فلح معناش تجار معناها الباز فلح معناش سوم باش نحطوه معناها فيكس فمني عاديك صحة احنا نخدمو على مقدرة شرائي بتاع المواتن يعني تخزر تخزر للكليون عجبتك شي لسوام اليوم عجبتني لسوام كيفاش شريتها والله بيه في المتناول جميع الحق حمده بيه بيه مبروك عليكم الكل الاسعار معكوم فيها تتراوح من خمسة دينارات إلى ثمانية دينارات مع ذاب بعض الأنواع الممتازة جدا المواطني واللي يقدر يشري معناها عولته كيف نقوله احنا متاع رمضان ويركع حمره الكل فهمني ما يبقاش محصور كيف نقوله متاع كل يوم ويوم ولا خاطر لعبيت الكل مش لعبيت الكل واجدي فهمني فهم اللي ما شاء الله تقع واجدي اخو ما شاء الله وفهم اللي زوالي فهمني ما يقدرش على منه لنوال إلى اثناشن الف وعلى اربعتاشن الف كيفين وصلت على مناول وصل العوام اللي فاتت هذاك الليسوعا في مناول الجميع فهم ستة لف وفهم ثمانية لف وفهم تسعة لف بيه ستة لف وثمانية لف وتسعة لف كيفش تحدوهم لسعار هذو من لسناف باب عندك العرجون العرجون الهو هاذا اقوى سنف اول سنف بيه بقداش هداي العرجون كيلو بتسعة لف يعني كداش يعمل العرجون هكا حكاية كيلو نص كيلو نص فمني وموجودة سلعة كل ما شاء الله على كلون يا كريمة فمني ولا موجودة على سناف الكل على كلون يا الدقلا موجودة على سناف كل أخويا ونشكر وزير الفلاح على المبادرة هذي تونسي طو ما يعرفش أنواع الدقلا للي ما يعرفش نية أنواع الدقلا وكيفاش تصنفوها وكيفاش تبيعوها احنا المواطن التونسي ما عندوش ثقافة على الدقلا أنواع الدقلا بعينيه كيفاش بعينيه؟ يلوش على المنظر المهمة تكون صفرة وهي ليه بالعكس مهمة تكون صفرة وتلق وهي بالعكس ليه هي الدقلا اللي تظلي طايبة معناها الطياب انتاحها كامل في رسمها ديما تكون ميحة شوية لصمورية الشمروخ هذي فهمشكون يقول شمروخ فهمشكون يقول دقلة النور هو اسم تجاري وقالها هكاكة بكلها دقلة النور فهمتني وهذا هي هاي دقلة النور فهمتني ما شكون يقول لك بيضة حميم؟ بيضة حميم ما فهمش هذي فريتي هذي طرع العرشتي هذي طرنج شو ما هو المواطن هاي هاي وشني الفرق؟ الفرق هذيه انواع مية واربع ميتين وستة وعشرين نواع والحجم والنوعية خلينا نقولوا فم برشة منتوجات على باز متدقلة شنو من موجودتك؟ احنا كل شاي متدقلة كل شاي متدقلة كل شاي متدقلة عنا هذا معجون معجون دقلة وعنا الدقلة الدقلة هذي الرب هذي الرب هذي كيف يقولوا احنا العسل متاع الدقلة الرب متاع الدقلة هي بالنسبة التظاهرة هذي ثم مثيلة لها تقامت يوم واحد نوفمبر الى غاية 11 نوفمبر بمدينة يوليد سباقس اتعاونت في باب بحر قبالة المسرح البلدي بيه علش ما تكونش مثلين خلينا نقوله في جندوبة؟ لا هني كيف احنا هي هذي العمل الثاني اللي بدينا فيها عملنا كانت تونس برك نجحت واخذت صدا كبير نقول السناء نحاولو نكبض كانت عنا البرنامج علاقل زوز ولايات أخرين بالإضافة الى تونس كان عنا البرنامج بنزرت السناء غير تخسرنا بالوقت ما كناش بنعملوها ان شاء الله عم الجاي وكل مرة انحنا نحاولو نزيدوا زوز التاتة واليات ان شاء الله اسفاقس الأول وبقى جينا لتونس وان شاء الله الولايات الأخرى زادا اشارة إن شاء لأم حاجة في أخير للتونسي للفلاح واللتونسي نتهمه ماذا بنا يا أخو يا ما ذا بنا إحنا هذي رمبيع وفافي قبل لي بـ 12 ألف تو هني أبـ 10 ألف و 9 ألف فهمني بابا يعني إحنا لكان بي عقا ما نحب ونهز المواطن وننسي كل تأكل ونسي كل الدق الدقلة ونسي كل تعرف الدقلة البيوت ومهيش بيوت فهمني ورب إن شاء الله أخو يا جريعا صلاحه توى برشنا نقوله المواطن وقدرة المواطن التونسي انتم كفلاحة باللاسوام هذية لاقيين رويحكم وإلا لا بلس موقع اي مش ما نقولوش لا الخطر للفلاح مش كما تتاجي الفلاح بإذن الله لاقي روح بإذن الله ساميال علي والله الاسوام متوسط مناسب للفلاح وللشارك يعني خلينا نقولو كتروح للقبل غديك تلقى تفتوفة تحت منك بش تكمل تعدي بها رمضان وإلا لا والله ما تفتوفة ما تتكمل لك ش ترمضاني هذي هم شنوال واضحيني يعني بتاع قد قد بحكمة الكريا وشوي مصروف وتنقل الحمدول لما كيعود هامش الربح صغير والكمية تعود كبيرة يولي متوفر الربح خير من نعودوا غادي في البلاد معناها كان سلعة في الفريقوات تقتصر كان على جماعة المعامل معامل تم سهر معين من 3000 حتى 4000 معناها بالجملة يشروا كينبيعوا بالتفصيل بخمسة وبستة وبسبعة وبثمانية نلقوا واحنا خير بالنسبة للحضور اللي هنا أنا حليني باب تسجيل من أول الموسم وقت بدأ جنيد تمور وكيما حكيت لك عدد بقاع محدود حسب الأولوية اللي جاءوا الأولانين هم اللي خذناهم جبناهم وصلنا حوالي 30 عارق اللي عندنا جدينا بالنسبة للإسنان هزينا منهم مجموعة لسفاقس 12 والبقية جبناهم من هنا 18 وحد مرحبا بيك يا أخي في سوق متاعنا في تونس للدقلة هو والله مشكور السيد وزير الفلاحة بارك الله وفيه خطر تعرف قدر الشرائية متاع المواطن من أصبحت بريسك منعدمة المصدرين لزام بورتاتور يحبوها بيو يقول لك مغير ما تدخل فيها ذوم البروديوشيمية ومغير ما يدخل فيها التلاقيح احنا جنيرال مو دقلة رأس دقلة سي بيو فما حتىش مغلطوكش مفاقل كلها دقلة كلها بيو حتى بالتدخل حتى بالمدوات تسمى بيو لا هي بيو خطر المدوات شنو مدوات مدوات رأى انت باش تقضي بها الحشرات مش مش الضرد دقلة كأن الدولة كي من هكا تعمل تعمل ديزيس باس كي من هكا في البلايس الكل وتروج للمنتوج متاحك سواء على الصعيد المحلي ولا على الصعيد العالمي حاجة به يا برشا والله من حضرتكم انتو متوا نداي الوزير السياح تارب اكبر مشروع شنوه في تونس اللي هو السياح الصحراوي سماه اللي احنا برتريبيان احنا منسس مستثمرينها ولاية كبلي ولاية تطوين ولاية مدين ولاية الطوز أربعة ولايات ولاية الكفصة